اشتركوا في القناة منا حلقة احنا ذكرنا فيها الاستاذ عبدالله الحلبي ففي ناس ما حضروا المقدمة وهاجموا وفي ناس يعني شوي انتقدتني لاني حكيت عنه وفي ناس سبت علي لانه انا جاهل والزلمي صاحب مؤلفات وعامل كتب وعامل مؤلفات لا الو وانا مش عامل ولا اي اشي وفي ناس تعاملت مع عبدالله الحلبي وحكت عن تجربتها الشخصية في ناس تابعت عبدالله الحلبي وحكت عن تجربتها الشخصية في ناس ايدت في ناس عارضت في ناس انتقدتني اني انا ليش ازكي في ناس لبستني حكي في ناس اجوا وحكوا انه انت بتغار منه لانه هو الزلم يدارس اكثر منك وانت شو بفهمك انت بس شاطر انك بتحكي عن حالك وبتحكي عنك انك انت اشتر واحد بعلم الفلك وانه يعني وفي ناس اجد قالت انت اساسا بتروح بتتابع كارمن شماس وبتتابع ابراهيم حزبون وعشان هيك يعني انت كيف تحكي انك انت اعلم واحد على وجه الارض يعني اعلم واحد هو ابليس فانت يعني بتقارن حالك في ابليس فانا اليوم يعني ما بزبط انه انا اظل ساكت بعد كل هالكلام اللي صار صحيح انه هي ربنا رحم بالموضوع هاد انه انا كنت مريض وكنت عبان وكنت في المستشفى وكنت عاجزة التنفس ودخلت ICU ودخلت يعني شوي بكومة هيك وربنا لطف انه الحلقات هاي انا مسجلها قبل يعني اللي انا بنزلها اللي اكم من يوم هاي مسجلي من قبل احتياط لظروف الطريقة اذا مر اشي ونزلت انا قلت انا بعتدر اني انا ما رديتش على حدا وبردش على حدا بالفترة هاي لانه انا بوضع خاص فطبعا ما فهموش شو يعني الوضع الخاص فحبيت اني اوضح شو يعني الوضع الخاص انا انسان مريض تعبان معظم ايامي بقضيها في المستشفى بقضيها تحت اجهزة او بقضيها على الاجهزة او بقضيها على بخخات او بقضيها على كورتزون او على كيميكال بوخذها لا اشي عندي في الرئة بس هاي عشان انتو تكونوا فهمين ايش هو وضع الصحي انا وضع الصحي زبالي وسيء جدا واكثر من اما انتو بتعتقدوا يعني فعشان هيك يعني انا حبيت اني احطكوا بالصورة بس عشان تفهموا والحمد لله على الوضع اللي انا فيه هذا واحد اتنين سعيد منع اعلم واحد على وجه الارض سعيد منع اجهل واحد على وجه الارض سعيد منع ما زال بتعلم وسعيد منع ما زال بيدرس وبتابع وحكيت هذا الحكي في اكثر من فيديو اتنين مؤلفات وكتب وكلام فاضي سعيد منع عامل كتاب مخطوطة لا الو تيجي تقريبا من 1700 صفحة تيكست على اعيار تسعة على الورد اللي بكتبوا على الورد يعني بمعنى اخر عشان انا اكتب عن علم الفلك انا بحاجة هذا الالف وسبعمية هدولا بطلع عن تقريبا اربع مجلدات من الحجم الكبير يعني حجم اللي هي فوق 600 صفحة لكل كتاب اتنين سعيد منع ما ألف كل اللي موجود في هذا الكتاب ولا ألف خمسين في المئة من اللي في الكتاب ولا ألف سبعين في المئة من اللي في الكتاب سعيد نقل عن اشخاص زي ابو معشر زي سهل اسرائيلي زي ابن البطار زي ابن سينة شو ذكر عن علم الفلك زي 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 كل واحده اجتهاداته وعلمه حمل هنا حط هنا وذكر في المخطوطة تبعته انه فلان قال هيك وفلان اقترح انه هيك بالعلم الهندي قالوا هيك بالعلم الفرعوني قالوا هيك يعني انا شرحت في مخطوطتي ما قلت اني انا ألفت هاي المخطوطة اثنين انا اذا بدي اجي امسك انا كل مخطوطة موجودة عندي او كل كتاب موجود عندي وارجع انسخه تيكست وقول لك هذا انا ألفته يعني ألفت عن ابو معشر الفلكي الاشي اللي حكى ابو معشر الفلكي في مخطوطة معناته انا بصرق جهد وتعب ابو معشر الفلكي وبحطه باسمي انا بكتب انا نقحت انا اجتهدت انا بلورت انا عدلت انا اكتشفت انه في خطأ في المسألة هاي وجدتها في الكتاب الفلاني لا فلان وعدلتها بكذا وكذا فاني انا ألفت هاي المخطوطات او انا ألفت المخطوطة تبعتي هاي اللي من 1700 واللي لحد الان انا معيش مصاري عشان اطبعها عشان انا انشرها عشان اعطيها للناس ووصلت فيه في مراحل اني انا بدي اعملها مجاني يعني انا ازلها كورد او اعملها بدي اف وارفعها انا اخلي الناس تستفيد منها لانه عارف في النهاية لما بدي اطبعها بدي ادفع عليها مصاري وما حدا رح يعطيني نسخ منها وفي الاخر رح تنسرق ورح تنطبع وتنزل بالسوق ويستطلع لك تافي اشخاص ثانين فعشان هيك فكرت اني انا اعملها بدي اف في وقت معين يعني في وقت معين لما يصير عدد اثنين سعيد منع انه هو يعني مغرور في حاله سعيد بقل يعني قلتلكو ياه قبل شوي انا اضعف انسان على وجه الارض صحيح انا الي ثلاثين سنة او اثنين وثلاثين سنة في علم الفلك وفي ناس تابعتني ان كان على اذاعات وان كان على تلفزيونات وان كان في مجلات وان كان في جرائد وبتقدر تدخل على عندي اكتب سيرتي اخي على جوجل هيك وشوف مين هو سعيد منع مش مغرور في حاله سعيد منع بس سعيد منع درسه تعب على حاله اخشي هادات وتعلم والثقف وسأل والطلع وما زال بيتعلم في هذا الموضوع فهو مش اعلم واحد على وجه الارض انا الي معلمين لحد الان انا بلجع لهم وبتعلم منهم مش علم الفلك علوم اخرى كمان وبرضو لهم الفضل علي انهم علموني في اشياء وفي ناس اعلم مني في علوم ثاني ولكن لما اجيت اتحديت انا وقلت انا بتحدى اذا في واحد بقدر انا عارف انا تحديت في ايش انت بما انك فتحل وبدك تكتب عن سعيد منعه تقول كذاب سعيد منعه انت بتكذب اتفضل اغنتقدني يقول لي والله الزاوية هاي غلط الحساب لهاي الزاوية غلط انت حسبت هاي النقطة وخمنت على انها كذا طلعت كذا اما الزاوية هاي واقترانات الزاوية هاي ما بتنحسب هيك خلووا المصار حساباته مش صحيحة توقعاتك للابراج وللبيوت هاي غلط لانه لازم انت تقول واحد اثنين ثلاثي اربع والحساب بكون على زاوية كذا وكذا اما انكذاب هاي لحالها بتعطيك بلوك يعني مع نجمة واحسنت ونهنئ والديك وراها يعني ما رح انظر لكل تعليقاتك لو انك بتكون انت من اهم وعز اصدقاء موجودين عندي على القناة هاي وحدة اثنين لما تيجي انت بدك تقول انه انت سعيد بروح بسمع كار من شماس وبسمع انا ما بسمع ولا مخلوق على وجه الارض انا وصلت لمرحلة يعني انا طبيب دكتور تخرجت درست تخصصت رحت اتعلمت عادي الناس في تخصصي انا درست اعصاب كملت خشيت على الريفلوكسولوجي دخلت على اعصاب الدماغ والحركية وعادة التأهيل وامور زي هيك وصلت لمرحلة خلصت انا خلصت خلصت انا اعتمد على حالي برجع لبحوث واحد عمل باح واحد حط اشي جديد اكتشف نجم جديد شاف تأثيرات لكوكب غريبة احنا ما شفناها باخذها منه بس ما بروح بسمع انا توقعات اليومية او توقعات الشهرية او توقعات الاسبوعية فلان شو حكاها ولا كيف حكاها ولا بدي ألقط الكلمة هاي عشان انا عدلها عشان ابين انه بفهم او هو ما بفهمش ايعفهمه ولا عنهم عمرهم ما فهمه انا ثاني اشي انا موجود على القناة لا انا ميخذ منك فلوس ولا انت دافع لي فلوس ولا انت بتصرف علي ولا انت بتطعميني ولا بتشربني ولا حتى بتطمن علي انا قاعد بقدم لك جهد وبحط لك جهدي انا كل يوم اربع خمس ساعات بتعف فيه بمنتج لك يا وبنزلك يا عشان تيجيك الشغل مقشرة تيجي انت في الاخر بدك تتهاجمني وتسب علي وتغلط علي وتجبرني على اني ارد عليك واجاوبك واسنثني كل الموجودين برضو هذا ما بطلع لك لاني انا مش شغال عندك هذي وحدي اثنين ادول انا ومشتركين والفنز تبعينك والمشعارفين انا عندي مشتركين حكيته اكثر من مرة انا بحترمهم وبقدرهم وهدول اصحابي واحنا عيلي مع بعض انا ما بهمني يجين مشتركين عدد بالملايين على اساس ان والله انا عندي متابعين انا مش بحاجة لمتابعين انا بحاجة لناس بتفهم ناس بدها تتعلم ناس بدها تركز في نقاط معينة تفهم كيف علم الفلك اللي في النهاية بعد شهر شهرين سنة سنتين يقولوا في طز في سعيد مناع احنا صرنا نفهم في علم الفلك احنا مش بحاجة لعلماء فلك ولا لنصابين ولا لدجالين ما يعني برجع انا بقرأ لحالي صرت انا افهم لحالي الخارطة الفلكية وكيف استخرجها وحركات الكواكب والنجوم ومعناها وهذا مش بحاجة لفلكي ولما تيجي انت تقول انا ورثت علم عن اجدادي وانه النجوم وعلم النجوم شو هو علم النجوم يا اخي ممكن تشرح لي انت ليش احنا شو اللي بنشتغله يعني علم الفلك ايش بيختلف عن علم النجوم وانه كان النجم في المكان الفلاني وانه يسقط على رأس رمسيس ويدخل في هذا ليش يا انه هي الدورة السنوية هاي للكواكب هذا لانك انت اساسا مش فاهم علم الفلك اساسا انت مستهول الموضوع اللي بفهم في علم الفلك بيعرف انه اليوم احنا في هذا اليوم الدورة الفلكية بكرة او السنة الجاي في نفس الموعد هاي الشمس بده تكون في نفس النقطة بعد عشر سنين بده تكون في نفس النقطة بعد ألف سنة بده تكون في نفس النقطة معناته بدأت تسقط على نفس المحور ما شيء اللي حطها هي استغل وسخر علمه وحساباته ودقته لا اختراع شيء مميز يعني لفت الأنظار في هذا الموضوع وعمل معجز كبير بالنسبة لإلك بس بالنسبة لعلماء الفلك وسخر هذا العلم بإشي عملي حطه بين إيدي فتيجي تقول أنا بتوارث العلم وعلمنا منتوارثه ومش عارف إيش فيش إشي اسمه علم أنت بتوارثه العلم اللي جد 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 جدك الأولاني جابه ما جابه من دار أبو برضو هو أخذ وهذا العلم موجود عندهم وعند غيرهم يعني لما تيجي على الصينيين عندهم علم الفلك تيجي تقول لا إحنا أحسن منهم لا الصينيين برضو بفهموا في أمور ثانية في علم الفلك أنت بتفهمهاش لهنود بفهموا في إشي في علم الفلك إحنا كعلم عربي إحنا لسه موصلنا لها ولكن مش معنى هذا أنه إحنا منتعارض أنه أنا باجي بقول صفات مولود الحمل إشي معناته هم بدون بقول صفات الحمل مولود إشي ثاني فعشان هيك ما حدا يحاول أنه يعني يحاول أنه يكسر المجاذيف أو يقتل الشخصية أو يخرج من إطار العلم والتفهيم لإطار مهاجمة أنا لا بهاجم حد ولا أنا بدي أهاجم حد بيجي واحد يقول لك أنت شغال في كل الناس فكك من الناس ويشتغل في حالك أو اشتغل في الأبراج وما تنتقد حد يا أخي أنت شيطان وساكت شيطان وشايف الغلط وساكت خليك ساكت يا أخي بس أنا زلمي ما بعرف أسكت لما بشوف واحد بنصب على العالم وبستغل العالم وبستعطف العالم عشان يأخذ منهم الفلوس أو بستدرجهم بمعلومات غلط أو بكذب بالعلم اللي موجود بين إيديه وهو ما عندوش علم هو بسرقه حتى بسرقه غلط طبيعة الحال أنا كأمانة عندي من المفروض أني أنا أكشفه عشان ما حدا ينتصب عليه ما حدا ينسرج منه ما حدا ينغش إذا أنت زلمي فاهم وحذر وهذا يا أخي تابعني نط عن المعلومة وروح على التوقعات آخر الحلقة تسمعش اللي أنا بحكيه مش عاجبك عادي يا أخي أخبط رأسك في الستين حيط مش مفرقة عندي بس أنا ما بقدر أسكت ما بقدر أنا أشوف غلط ونصب وإحتيال واستغلال للناس وأسكت يا أمي بدك تيجي تقولي أنا ما أنا بستغل للناس تعال هاي القناة عندك اسأل سؤالي يا أخي قل أعطيني واحد من كل الموجودين صرف علي دينار بديش أقول لك ميت دولار أو ألف دولار دينار واحد وبدأ حط إصبعي في عينك وعينه من هون لأبد الآبدين أنا الكل بعرف أني أنا بجاوب مجاني وبساعد مجاني وبعطي استشارات مجاني لما أكون أنا بدي لما أكون بصحتي لما أكون مخلص شغلي لما أكون بوقت فراغي مش قاعد بالدار أنا إذا بدكي أنا أقعد بالدار عشان أنا جاوبك تفضل اصرف علي حط اللي راتب حط اللي إيش ادعمني يا أخي جيب لي مايك بدل ما أنا بستأجر مايكات يا عدو جهة الصوت عشان أنا أسجل لك فما حدا ييجي زاود علي وما حدا ييجي هين بدون علم وبجهل وما حدا يحاول إنه هو ينتقد بس لأجل إنه بده ينتقد أنا بحط لك المعلومة هسا أجت عمزاجك ما أجتش عمزاجك عجبتك ما عجبتك مش مجبر أنك تتابعني يا أخي ديس لايك سب علي وعمل لي بلوك وروح بس هاي هي بسيط الموضوع بس إنك والله بس بتسيب عشان تلفت النظر إنه والله انت شاطر سبيت علي تخنتوها طبعا هذا مش مقصود في الأصحاب مش مقصود في المتابعين اللي بتعلموا مش مقصود في الناس المحترمة المقصود في الجهة الأخرى اللي بس بدها يعني إنه تورجي حالها إنها هي بتفهم في هاي الأمور وهي بدها تهاجم بس عشان إنه والله حفظ له كلمتين أو سمع له درس أو درسين يعني صار هو ختم العلم العلم هاد ما بنتهي لا بسعيد ولا فيك ولا بكل أقول لك أبو معشر الفلك نفسه ما ختم مش العلم عشان أنت تكون بالصورة كل واحد منهم تخصص بجزء هذا الفلك تخصصات تتخصص بشيء معين ما بتقدر تلم في كل إشي في علم الفلك هاد علم الله علم الله يا جهلي علم الله يا بني آدمين هذا علم الله نرجع نقرأ آياته من القرآن ونقول لك كيف علم الله وقديش حجم علم الله خلينا نروع على التوقعات بكفي أعتقد أنه هيك يعني إن شاء الله أني أنا جوابت على الكل وجوابت على كل الأشياء عشان أنه المرة الجاي ما رح أجاوب ما رح أحكي ما رح أدافع رح أعمل بلوك وخلص وريح راسي يعني فبرضو الأصحاب اللي هم يجوا يقولوا تردش على المنتقدين وهذا فعليا أنا ما رح أرد على المنتقدين أنا رح أحذف المنتقدين والناس اللي بتحاول إنها تسيء والناس اللي بتحاول يعني تفرد عضلاتها عندي خلينا نروع على توقعاتنا اليومية طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين ثلاثة سبعة القمر ما زال موجود بالحمل رح يكون متواجد في منزلة البطين هي جيدة لتهدية النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء حتى ساعات الظهر رح يظل في منزلة البطين بعدين رح هي جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور وحكينا أن القمر لما بكون موجود في الحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا ونتهور أيضا يجب أن نحضر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب أو مشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو إدخال تعديل على قصة شعر أو إقامة حفل ما طبعا في زوايا اتشكلت وحكناها بالأمس بدنا نعيدها لأنه هاي رح تصير بعد بث الحلقة فبنا نرجع نعيدها مرة ثانية وهي زاوية تتليث إيجابية بين الشمس ونبتون هاي رح تكون في تمام الساعة ستة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتعزز الخيال الخصب في مجال الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 11 و28 دقيقة مساء بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين مشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تتشكل ما بعد الحلقة التي نعتبرها زاوية اليوم كامل أول زاوية رح تكون زاوية التربيع سلبية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 22 و24 دقيقة فجرا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 5 ودقيقتين صباحا تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وزحل في تمام الساعة 53 دقيقة بعد العصر من واجه مصاعب عراقيل بتطلب مننا أن نبذ الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر طبعا زي ما أنتم لاحظين أنه ثلث زوايا سلبيات اللي رح تتشكل ورح يكون في خلو المسار خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة 53 دقيقة بعد العصر وبينتهي في تمام الساعة 35 دقيقة مساء هذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوب أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا في قبل خلو المسار حكينا خلو المسار بانتهي الساعة 35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى أنه القمر بيكون استقر في برج الثور وبيبلش على يوم جديد وزوايا جديدة طبعا تأثيرات الانتقال هذا إحنا ما رح نحكيها اليوم في حلقة الغد إن شاء الله رح نحكيها لأنه بكون اقتربنا على موعد الانتقال وبرضو بكون التأثيرات أنه القمر انتقل للثور وكان أكثر مد ممكنة إنه هو موجود بالثور أما بالنسبة طبعا لخلو المسار القادم بما أن القمر موجود في الثور رح يكون يوم 16-7 رح يكون في تمام الساعة 3-21 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 5-19 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع 22 يوم في تمام الساعة 59-58 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير 23 يوم نسبة الإضاءة بتكون 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22-7 المزاج منتحس القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور حتى يوم 16-7 المزاج منتحس عطارد في السرطان أنهى عملية التراجع ولكن ما زال منتحس بسبب أنهى ولكن لسه ما رجع للإيجابية تبعته رح يستمر في السرطان لغاية يوم 5-8 مزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-8 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 وبعدين بيبدأ عملية التراجع ولكن مزاجه اليوم سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع سعيد كثير أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 وبدأ عملية النحوس تبعته بسبب زاوية التقابل مع الشمس طبعا زاوية التقابل هاي زاوية منفصلة شرحنا عنها بتوقعاتنا الأسبوعية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود عندكم فعشان هيك اليوم فقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم تهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة تتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين انت سباق ورائد في حق الاختصاص ولكن أهم نقطة انك انت شوي تحد من عصبيتك ومن انك لما تيجي تناقش تدخل في مئة موضوع مع بعض لأنه لما تشتت حالك في المواضيع بيصير الحق عليك مش الحق معك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على مستوى المال تقريبا تحمل لك بعض الفرص المالية خلال هذا اليوم أو الاهتمامات ببعض المسائل المالية اللي منها ممكن يكون طارئ أو يظهر بشكل مفاجئ في منكم ممكن يهتم ببعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك بتنشط بأكثر من مجال خلال هذا اليوم ولكن بغلب عليك نوع من أنواع العصبية حاول أنك تركز بشكل جيد وما تعصد إذا كان عندك امتحان أو تنقلات بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وخصوصا يعني أثناء تنقلاتك بدك تركز وعندي امتحاناتك بدك تدرس على هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت ما زال فيها نوع من أنواع الضغط يعني بتسبب لك نوع من أنواع القلقلة أو البلبلة أو نوع من أنواع الخلفات أو ردات الفعل السلبية ممكن مقلقة موضوع أحد أفراد العائلة أو أحد الأبناء أو مشكلة معينة داخل البيت أو بتقلق بمشاكل أحد أفراد العائلة ممكن يكون عندك بعض الاهتمامات أو المسائل اللي إلها علاقة بالعقار أو إلها علاقة بالتنقيل من مكان لمكان طبعا اللي بسأل بقولك أنت ما جاوبتني إلا حمل بدي يشتري بيت بنصح بهذا الموضوع ولا لا بعد يوم 15 الشهر اشتري 10 بيوت ولكن اليوم وبكرة وما قبل كان الوضع ضاغط بيعمل نوع من أنواع السلبية فممكن ما تكون تركز على الموضوع هذا أو ما بنفع أنك تبيع عقار بعد 15 بتصير الفرص أقوى أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي وبتعمل تقارب عاطفي ما بينك وبين الأحبة وتلاقي على مسألة معينة ولكن في ساعات المساء بتصير الأمور فيها نوع من أنواع الضغط اللي ممكن تحدث بعض البلبلة أو سوء التفاهم أو التحسس من موقف معين فتعصب أو تحتد وخصوصا على أحد الأبناء أو أحد الأحبة أو بتعاملك مع الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية فاليوم تقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم بعمل جديد أو يهتم بمسألة إلها علاقة بتطوير العمل فيعني يكون ناتج لا إله جيد وفي منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية كمراجعة طبيب أو أدوية أو صرف أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ولكن بما أنه البيت السابع معناته بشكل نوع من أنواع الضغط ممكن شوي طاقتك تكون ضعيفة أو يكون في بعض التقلبات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة بتفتح بعض المجالات الجيدة لإلك أو الاهتمامات اللي إلها علاقة بأموال الغير ممكن يكون لك بعض الاهتمامات عن مسألة إلها علاقة في بنك أو مصرف مثلا أو أمور إلها علاقة بالتحويلات أو أشياء إلها علاقة بالضريبة أو التأمين أو بعض الحسابات وجدولة الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية فما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا على طبيعتكم على مستوى البيت التاسع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة شوي فيها نوع من أنواع التقلب فاليوم بنقول لك ما فيه داعي لمخالفة القوانين ولا للجراءة ولا للخوض بأي مسألة بتتعلق في بيت السمعة فما تشوه سمعتك وما تخالف القوانين وما تدخل في أشياء مشبوهة وحاول أنك تركز أنك ما تعمل المشاكل في مكان عملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك ممكن تذايق من تصرف صديق ولكن الإجمالي أنه ممكن اليوم يكون لك بعض النشاطات المهمة أو زيارة أو تواصل مع بعض الأصدقاء أو الاهتمام بقصة أو بموضوع بتعلق في أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية برضو ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فأنت بتكون على طبيعتك إن كان على مستوى العمل أو على مستوى الصحة أو على مستوى زياراتك وعيادتك لبعض المرضى أو لمراجعتك لبعض المستشفيات برج الثور طبعا الثور معروف أنه بظل آخر يوم طبعا لغاية حلقة الغد إن شاء الله بعدين الأجواء بتصير لصالحكم يعني لساعات المساء فعشان هيك من الآن لغاية ساعات المساء بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وربما تلغى تجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنك ممكن تتفاجأ بإلغاء أو سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت الأول فطبعا معروف إنه التأثيرات بما حكينا عن بيت المتاعب معناته البيت الأول متأثر شوي فيه نوع من أنواع الضغط اللي بيضغط عليك بشكل سلبي وبرضه بتحس إنه ما عندك طاقة لإنجاز كثير من الأمور ممكن تهتم بس بأمور شخصية عادية بدون أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثاني في الأجواء ما زال في بعض التطورات على المستوى المالي أو بعض الاهتمامات المالية اللي ممكن تحقق من خلالها بعض المكاسب أو الأرباح أو ترتيب أوضاع مالية شوي كانت صعبة بالفترة الماضية أهم شيء إنك تركز بشكل جيد وأهم شيء برضو إنك أنت تقلل من مصريفك ممكن تنشط بأمور الهلاقة بالعمل الإضافي أو عمل جديد أو صفقة معينة ممكن تعود عليك بفائدة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العصبية والنقاش والحدية بدك تركز أثناء نقاشاتك ما تشعب حالك بأكثر من اتجاه ما تعصب وتحاول أنك أنت يعني تجيب من هنا وترجع لمواضيع قديمة وملفه أنت سويته ومش عارف إيش ويضيع الموضوع الأساسي فبنحسب عليك الموضوع سلبي أثناء تنقلاتك بدك تنتبه وأثناء امتحاناتك إذا عندك امتحان أو مناقش اليوم بدك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة يعني بتعمل نوع من أنواع الإيجابية ونوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو أشياء بتدعمك بشكل قوي ممكن تفرح لخبر معين أو تنشط بموضوع العلاقة بالبيت إما تصليحات أو ترتيبات أو مشتريات أو إشي بتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو قوي وداعم على مستوى عالي على المستوى العاطفي فاليوم بيحملك بعض الأمور العاطفية الجيدة اللي في منها ممكن مصالحة أو مرافقة للحبيب أو التعامل الجيد ما بينك وبين أحد الأحبة صحيح الفترة الماضي ضغطت شوي ولكن اليوم شوي الأجواء بتصير تتحسن بشكل تدريجي أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن تكثر عندك التنقلات بشيء له علاقة بالعمل بأكثر من اتجاه ممكن يكون عندك اجتماعات أو ندوات أو اهتمام بنقاشات إلى علاقة بالعمل شوي تكون متعبة ولكن مش أنه أنت بتقصر بعملك ولكن الأهم أنك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك إما بتحملك نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أو التفاهم أو الاندماج في مسألة معينة ما بينك وبين شريك العاطفة اللي هم الأزواج وشريك المال أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تنشغل في بعض المسائل المالية اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني وأموال ما بتعود لك إما شكات أو مطالبة بديون أو تحصيل حسابات أو أشياء إلها علاقة بالضريبة بالتأمين بمستردات مالية أو اجتهدات على هذا المستوى أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى هذا البيت رغم أن تواجد الكواكب الموجودة بالجسر تضغط بشكل سلبي فهاي بتحذر بس من التنقلات على الشوارع المفتوحة ومن الامتحانات إذا كان عندك امتحانات جامعية أو امتحانات على أي مستوى بدك تتركز وتدرس ما تعتمد على الحضود وإذا كان عندك أمور إلها علاقة بالاستراد والتصدير برضو الشغلة هاي بدها تركيز أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط على بيت السمعة لغاية ساعات العصر بعدين الأجواء بتصير إيجابية حاول قدر الإمكان من ساعات الصباح أو من الآن لغاية ساعات العصر إنه تمتنع عن مخالفة القوانين أو الفوضى أو أمور إلها علاقة بتشويه السمعة برضو ما تدخل بأي خلافات مع زملائك أو رؤساك بالعمل خلي الأمور تمشي بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فبيت الأصدقاء جيد بيعمل نوع من أنواع التقابل ما بينك وبين الأصدقاء أو التلاقي على مسألة معينة وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فها طبعا ذكرنا أنه القمر موجود فيه والأمر ضاغط على العمل وضاغط على الصحة وعلى موضوع الغذاء وموضوع الأدوية وحاول أنك ما تتخذ قرارات مفاجئة برج الجوزاء طبعا القمر مازال موجود في بيت الأصدقاء يعني بمعنى أنه نشاطكم رح يكون على مستوى الأصدقاء عالي جدا خلال هذا النهار ما بين لقاءات وما بين اجتماعات وما بين تنقلات أما بالنسبة للبيت الأول الأجواء جيدة وابتدعمك شخصيا ونفسيا وبرضو عندك ثقة عالية بنفسك حاول تنجز كل أمورك قبل ساعات المغرب لأنه بعد ساعات المغرب القمر رح ينتقل ويصير في الثور يعني بيت متاعبك يعني جاي على فترة شوي فيها صعوبة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اليوم أو يكون لك بعض الاهتمامات بأمور مالية ممكن يجيك مال من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات المالية أو الهبات أو الهدايا وهاي قلة اللي رح يحصلوا على الهدايا ولكن الأهم أنك تقلل من مصاريفك واتدير بالك من بعض المشاكل اللي ممكن تيجي على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة ودعميتك على مستوى تنقلاتك وحواراتك واتصالاتك فاليوم أنت عندك نشاط عالي جدا وسرعة بديهة عالية جدا فممكن تحقق إنجازات كثيرة خلال هذا اليوم إذا استغلت الدعم أو القوة اللي موجودة من البيت الثالث يعني تقريبا عندك سيطرة أو عندك نشاط عالي جدا لإنجاز كثير من المهام أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء أصبحت ألطف شوي يعني فيه نوع من أنواع الإنسجام أو التفاهم ما بينك وبين أفراد العائلة فاليوم بيحمل لك أشياء إيجابية للتقارب أو للتلاقي أو لحل مسألة عائلية أو تشارك فيه شيء أو عمل منزلي إلى علاقة بالعائلة ممكن الإهتمامات هاي تكون لمصلحتك وتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتيني فتعاملك مع الحبيب اليوم روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني على حسب طبيعتك بتتعامل ما بينك وبين الأحبان كان الحبيب العاطفي أو الحبيب اللي هم الأبناء أو الأحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس ففيه نوع من أنواع الضغط اليوم على مستوى العمل فممكن تنضغط ببعض العمل أو يتراكم عندك بعض الأعمال أو تجتهد لحل مشكلة إلها علاقة بالعمل وفيه منك رح ينشغل بموضوع صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية يعني بتتعاملوا مع شركائكم بشكل روتيني بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات الجيدة اللي لها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو أموال الغير زي أموال الشريك مثلا أو الزوج أو الزوجة وفيه منك رح يهتم بتحصيل بعض الديون أو المطالبة ببعض الحقوق أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا ضاغط لغاية ساعات العصر بيكون بسلبية فعشان هيك بتشعر بنوع من أنواع الحدية باتصالاتك الخارجية أو بحيرك موضوع له علاقة بدراسة أو نقاش معين أو باتصالات أو شغل كثير مثلا بتطلب منك تنقلات كثيرة خلال هذا اليوم ممكن بعضك يدخل بنقاشات حدي فيعني شوي الأمور تيجي مش لصالحهم خلال هذا اليوم أما بين ساعات العصر الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك على كل شيء ذكرنا أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فما زالت الأجواء ضاغطة لغاية ساعات العصر فمور إلها علاقة بالسمعة أو بالعمل أو زملائك بالعمل أو مشكلة بتتعلق في هاي المواضيع كلها ممكن تظهر خلال هذا اليوم أو ممكن أنك تحلها خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنك ما تغامر وما تخالف القوانين وما تدخل بأشياء مشبوهة من ساعات العصر الأجواء بتصير داعمة لإلك فممكن تعزز كل الأمور اللي إحنا ذكرناها أما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أهمش أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك هاي الفترة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل نوع من أنواع التقارب على مستوى العمل وبرضه تقارب مع ناس بتتعاطف معهم أو ممكن زيارة أو تبادل زيارات أو اهتمامات بشؤون صحية أو بتتحسن أمورك الصحية بشكل جيد برج السرطان بالنسبة للبيت الأول الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط لكن الأيام الجاي إن شاء الله تحسن بصير ملحوظة أكثر وخصوصا بس ينتهي تراجع وطارد بالكامل بصير فيه نوع من أنواع الإيجابية على المستوى النفسي وبرضه انتهاء الزوايا بعد 15 شهر بكون لصالحكم أكثر فبتتحسن الأمور بشكل جيد وملحوظ أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ممكن اليوم تهتموا ببعض المسائل المالية وممكن تحصلوا بعض الأرباح أو أمور إلها علاقة بالعوائد المالية وفي منكم ممكن من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو مساعدات وقل منكم ممكن يحصل على هدية أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء تقريبا هي شبه روتينية على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ممكن تنشط في بعض الأمور ولكن في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بيت السيارة أو بالتنقلات أو تصليحات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت شوي بيكون فيها إيجابية عالية فبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينكم وبين أفراد العائلة ممكن تحمل لك هاي لقاء أو تعاون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن تحل مشكلة معينة وممكن تتفاهم على مسألة معينة خلال هذا النهار إذا كان فيه نقاش أو فيه حوار حاول إنك ما تحتد وما تعصب ولكن الأمور إجماليا على مستوى البيت والعائلة جيد أما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الأجواء برضو على المستوى العاطفي جيد اليوم يعني بتعمل نوع من أنواع الدعم لا إلك فبتقارب ما بينك وبين الأحبة وبرضو بتعمل تعاون ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين مثلا أو ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة برضو على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالضغط اللي بتحس فيه لغاية ساعات الظهر تقريبا ما بينك وبين الشركاء يعني شوي ممكن أنها تسبب لك بعض المشاكل أو الحدية أو الخلاف ولكن من ساعات الظهر بتلاشى هذا الخلاف وبيصير فيه بداله نوع من أنواع المصالحة أو التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا روتينية لغاية ساعات الظهر بلكن من ساعات الظهر بتنشط في بعض المسال اللي إلها علاقة في الأموال المشتركة ظهور موضوع معين أو إشي بيحتاج لتوقيع أو إنشغال في حسابات أو ديون أو مستردات مالية أو أمور بنكية أو أمور تحصيل مالي يعني الأجواء كلها بتكون مشغولة على هذا الباب أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى البيت التاسع ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على مستوى اتصالاتكم وتعاملاتكم العلمية والثقافية والأمور القانونية على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت العاشر بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهمش إنك تهدئ من روعك هاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة بتدعم علاقتك مع الأصدقاء وتعمل نوع من أنواع التقارب ممكن اليوم تهتم بلقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة معينة الأجواء بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ممتازة جدا بتساعدك على إنجاز الأعمال وما بتخليها تتراكم تعطيك نوع من أنواع النشاط ممكن تهتم ببعض المسائل الصحية ولكن بشكل إيجابي يعني ممكن تراقب غذائك برنامج تغذي معين فيتامينات مكملات أشياء من هذا القبيل برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في البيت التاسع فعشان هيك الأجواء عنكم بتكون بالنسبة لبيت الشخصية جيدة مشحون بطاقة إيجابية ثقتك بالنفس عالية برضو مقدام في بعض المسائل حاب تعمل نوع من أنواع التغيير ولكن العصبية بدك تدير بالك منها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء داعمة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم أو الأرباح أو الهبات أو المساعدات أو أموال مستردة وممكن يجيك عمل من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة على مستوى العصبية فعشان أنت محتد وعصبي أثناء النقاشات والحوارات ممكن شوي مزاجك يكون متعكر انتبه أثناء تنقلاتك وأثناء امتحاناتك أو مناقشاتك أو حواراتك المعروف عن الأسد لما بعصب بيخلط كل المواضيع مع بعض وبيطلع في النهاية يعني بنحسب عليه أنه غلطان لأنه ما ركز على الموضوع الأساسي وجاب من الشرق وجاب من الغرب فهاي نقطة ضعف موجودة عند الأسد لازم تتجاوزوها برضو بتكون تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وأثناء امتحاناتكم ما تعتمدوا على الحضود أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة فالأجواء إيجابية وبتدعمك وبتعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو في هدوء نسبي على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية جيدة بتقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن يكون في مقابلة جيدة ما بينك وبين الحبيب أو اهتمام على مسألة بتتعلق بأحد الأحبة إما أنه موضوع أحد الوالدين أو موضوع إلو بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل ممكن تكون مضغوط بكثير من الأعمال خلال هذا اليوم ما تقدر تنجزها بالكامل حاول ما تخلي العمل يتراكم عندك حتى لو عملت ساعات إضافية وبرضو بالمقابل تنتبه لوضعك الصحي والتقلبات الصحية في خلال هذه الفترة أما بالنسبة للبيت السابع علاقتك مع الشريك المال والعاطف الروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية اللي لها علاقة بالمستردات أو الهبات أو المساعدات أو أمور إلى علاقة بالمؤسسات المالية زي البنوك والضريبة والتأمين أو ترتيب بعض الأوضاع المالية اللي شوي بتكون مربكة ممكن بعض المعاملات أو الوثاقة بتتطلب منك توقيع أو الاهتمام أو مراجعتها أو دراستها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت التاسع يعني تقريبا هو مش قوي جدا بالإيجابية ولكن بظل في أنه بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالاتصالات البعيدة الفترة هاي مناسبة لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة ولكن ذاك تكون مستعد بشكل جيد بتظهر نوع من أنواع التعاون الكبير مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهمش إنك ما تهمل واجباتك ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفاديا للتأخير ممكن اليوم تقدم بجراءة وثقة أما بالنسبة للبيت العاشر في الأجواء تقريبا من ساعات الصباح بتصير لصالحك فممكن تعزز سمعتك أو تعمل دعم معين أو تنشط في بعض المسائل اللي بتعزز السمعة يعني تنشط بدوامك تنشط بين أصدقائك زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل ممكن تحل بعض المشاكل خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعاون مع شخص معين يكون واسطة لإلك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة فبتدعمك بقوة بالدعم من صداقاتك وعلاقاتك خلال هذا اليوم فممكن تنشط إما بدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة معينة أو التلاقي بعض الأصدقاء أو التواصل معهم يعني أخذ رأيهم بمسألة أو دعمهم بمسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء بتظل ضاغطة طبعا الضاغط هذا بيسبب لك نوع من أنواع تأخير في بعض الأعمال أو هيك بتحس أنه ما عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال ببعض الإضطرابات الصحية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أو تقلبات الصحية وممكن اليوم يحملك أو لا بعضكم مراجع على طبيب أو لمستشفى أو إجراء فحوصات معينة برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى النفسي صحيح أنها مش كبيرة يعني ولكن أنه برضو تفي بالغرض أنه أنت بتكون مشحون بطاقة وبتقدر تنجز كثير من المهام والأمور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتجي كهبات مساعدات دعم من عمل إضافي أو مستردات مالية ولكن بدك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالعصبية موجودة والحدية موجودة فهي بتعمل تقلب عندك بالمزاج ردات فعل سلبية أو عصبية حاول قدر الإمكان أنك تركز بشكل جيد وخصوصا أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك من الإصابات يعني تضرب بطاولة تضرب بالباب تجرح إصبعك بدك تركز في هذه الأمور وبرضو إذا كان عندك امتحان أو مناقش بدك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التصالح أو التقاور بما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تحل مسألة كانت بالفترة الماضية أزمة عندك أو تنشغل ببعض التصليحات والترميمات أو المشتريات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي من ساعة الصباح بتصير إيجابية وقوية وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الأحبة ممكن يحملك اليوم هذا مصالحة أو تراجع عن قرار سابق بتعلق في أحد الأحبة ممكن يصير اندماج ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة بتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم ممكن تشعر بشوية إرهاق أو تعب أو عدم القدرة على إنجاز بعض الأعمال بنصحك إنه لو بتعمل وقت إضافي كامل ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وإذا ظهرت مشكلة في مكان العمل اتجنبها الأيام الجاية بتكون لصالحك أكثر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية على مستوى بيت الشراكي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا ما بينكم وبين شركائكم بالمال والعاطفي يعني الأزواج بشكل روتيني على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة للاياقة جسدية وأعصاب متينة في الأسبوع المقبلة ما تترك ذيول المتاعب أما بالنسبة للبيت التاسع يعني تقريبا الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات ومستوى الأوراق القانونية والمعاملات وعلى مستوى أمور إلها علاقة بالدراسة أو المؤسسات التعليمية أو النقاشات الفلسفية والدينية والسياسية يعني تقريبا الأمور كلها هاي بتكون لصالحك ممكن اليوم تحصل على خبر أو تحصل على خبر كان صعب أنك تحصل عليه بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بيت السمعة جيدة اليوم فممكن تدعمك في بعض المسائل وتعزز بعض النقاط القوية على مستوى بيت السمعة وممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تنجز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأجواء روتينية اليوم يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا مع أصدقائكم على حسب طبيعتكم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك في إنجاز الأعمال ومراقبة الصحة وعيادات طبية أو زيارة طبيب مثلا أو زيارة مريض مثلا في مستشفى أو بشعر بنوع من أنواع التعب برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول معروف أن الأجواء جيدة خلال هذا اليوم بتحس بطاقة أو نشاط أو حيوية في بعض الأمور وممكن تعمل نوع من أنواع التغيير على المستوى النفسي أو الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تنشغلوا اليوم في بعض المسائل المالية اللي بتطلب منكوا نوع من أنواع الجهد إما على تحصيل مالي أو عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ممكن تنشطوا بهاي الأمور ولكن الأهم تقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى تنقلاتك وحواراتك واتصالاتك عندك سرعة بديهة عالية وعندك رغبة بالاتصالات الكثيرة ممكن تنشط بأكثر من عمل في وقت واحد مثلا في منكم رح يدخل بنقاشات شوي تكون صعبة أهم إش أنه يدير باله من الانفعال والعصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء الشوي فيها نوع من أن نقعد ضغط على مستوى البيت فممكن اليوم يكون في خلاف أو موضوع معين أو حدية بالطباع أو أعمال مربكة داخل البيت أو ظروف طارئة بتصير على مستوى البيت أو على مستوى العائلة بتتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام الكثير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة لغاية ساعات الظهر تقريبا بتكون دعمة لإلك وبتكون الأجواء جيدة على المستوى العاطفي ولكن من بعد ساعات الظهر ممكن تحتد أو تعصب أو تظهر بعض المسائل العاطفية أو الأمور تكون تتعلق بأحد الأحبة يعني زي أحد الأبناء أو أحد الوالدين تلفت انتباهك أو بكون لك اهتمام فيها قوي وشوي ممكن تكون مربك ليلك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وتهتم بأكثر من عمل مع بعض وفي منك رح يهتم ببعض الشؤون أو بعض الأعمال الصحية أما بالنسبة للبيت السابع طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بيجوز إثارة المتاعب خلال هذا اليوم اتجنب الإنفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية عاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر في هذه المرحلة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور الأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض العقود أو بعض الأوراق أو بعض المطالبات المالية أو أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو أوراق بحاجة لتوقيع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مواضيع إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أو الثقافية أو أمور إلها علاقة بالأوراق والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة وسلبية فممكن اليوم توجه لحالك شغلات يعني شوي أنت بيغنى عنها إلها علاقة بمشاكل على مستوى العمل أو أشياء بتشوه السمعة أهم شيء أنك ما تخالف القوانين ما تدخل بعمل مشبوهة ما تجازف بسمعتك وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه متقلبة على مستويين خلال هذا اليوم فممكن تنشط لغاية ساعات الظهر ما بين الأصدقاء والحوارات والاتصالات ويكون فيه نشاط ما بينكم ولكن يعني بتنضغط ببعض الأمور السلبية بعد ساعات الظهر شوي الأجواء بتصير ضاغطة عليك ممكن يكون فيه بعض المشاكل أو الخلافات أو سوء تفاهم ما بينك وبين صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بساعدك على إنجاز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المشاكل اللي إلها علاقة بالوضع الصحي أو الرقابة الغذائية أو الوسوسة من بعض الأمور ولكن إجمالا بتقدر تتجاوزها إن أردت ذلك برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريبا جيدة برضو خلال هذا اليوم يعني بتحسن من أجواءك ومزاجك خلال هذا اليوم بتلاقي إنه في عندك سرعة بديهة برضو قدرة على الإقناع فيه حيوية فيه اهتمامات شخصية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على مستوى الأمور المالية فممكن تحقق بعض الإنجازات المالية اليوم أو مكاسب مالية بتجيك من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء بتدعمك بشكل روتيني يعني اتصالاتك على شكل روتيني حواراتك بشكل روتيني ولكن بدك تدير بالك من العصبية في بعض الأوقات حاول إنك ما تندفع ما تتهور وما تجازف خلال هذا اليوم وركز أثناء القيادة وأثناء المناقشات وأثناء الامتحانات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء روتينية بتتعامل على طبيعتك بمستوى البيت يعني الأجواء ما فيها لا إيجابي ولا سلبي على المستوى العائلي والمستوى العقاري أو مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء جيدة بتظلها دعميتك لغاية ساعات المغرب بتكون لصالحك بتعزز من ثقتك بالنفس والتقارب ما بينك وبين الأحباء أو الحوار معهم أو الاهتمام بمسألة عاطفية ولكن من ساعات المغرب الأجواء بتصير فيها عدائية فممكن تتحسس من تصرف من تصرفات الحبيب أو ردة فعل معينة شوي تسبب لك نوع من أنواع البلبل خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس اليوم يعني من قلكوا إنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وممكن أنك تشعر بالتعب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكب تدعم من علاقتك بالشريك والتقارب ما بينك وبين شريك المال والعاطفة ممكن تحل مسألة معينة وممكن تتراجع عن قرار سابق وممكن يكون عندك معاملة بحاجة لتوقيع أو بحاجة لاجتهاد أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمؤسسات المالية زي البنوك الضريبة والتأمين وأمور إلها علاقة بسداد بعض الديون إلك أو تحصيل بعض المكاسب أو ترتيب بعض الديون بطريقة بتناسب وضعك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم على طبيعتكم تتعاملوا باتصالاتك وحواراتك وتنقلاتكم أما بالنسبة للبيت العاشر فبدك تحذر اليوم من أي شيء بشوه السمعة ما في داعي للمجازف ولا للخلافات ولا حتى للتأخر عن دوامك ولا حتى لأي موضوع بتعلق بأمور إلها علاقة بالمخاطر أو إشي بشوه السمعة زي مخالفة القوانين والأمور المشبوهة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعزز علاقتك بينك وبين الأصدقاء وبتعمل تقارب جيد فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو للقاء أو لزيارة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء الروتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بمعنى بتنجزوا أعمالك بشكل روتيني واهتماماتك بصحتك بشكل روتيني وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى زيارات أو تواصل اجتماعي أو مثلا اللي يطمئنان على صحة مريض أو شخص بيعز عليك برج القوس طبعا اليوم شخصيتكم أحسن وثقتكم بالنفس أقوى يعني تقريبا اليوم أنتم مشحونين بطاقة عالية جدا وثقة بالنفس عالية جدا وممكن تنشطوا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالطابع النفسي أو الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا روتيني ممكن تظهر عندك بعض المصاريف أو القلق المالي أو الدفعات أو الالتزامات خلال هذا اليوم قل منكم ممكن يحصل على بعض المكاسب المالية أو ترتيب وضع مالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات والنقاشات وبرضو بتدعمك على مستوى تعزيز العلاقة مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالعلاقة على مستوى البيت روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني أي شيء بتعلق بالبيت أو العائلة بتقوموا فيه بنفس الأسلوب اللي أنتم تعودين عليه أما بالنسبة للبيت الخامس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ظروف جيدة فيه احتمال أن يكون فيه نوع من أنواع القلق اتجاه أحد الأحبة فيه عندك نشاط وعندك دينماكية اليوم عالية جدا بتميل له والترفيه عن النفس أنت بالفعل بتستحق ذلك ولكن يجب اتخاذ خطوة مفيدة ما أما بالنسبة للبيت السادس بتعزز علاقاتك على مستوى العمل ومع زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن تنشط بإنجاز ملف معين أو معاملة أو أمور إلها علاقة بالعمل بتكون لصالحك خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الإهتمامات اللي إلها علاقة بالوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم ما هي بتعزز يعني أمور الشراكة والتواصل مع الشريك أو التقابل أو التلاقي ما بينك وبين شريك العمل أو شريك العاطفي أما بالنسبة للبيت الثامن فهي بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض المكاسب أو تهتم ببعض الأمور المالية اللي ممكن يكون منها بنكي أو ضريبة أو تأمين أو ظهور ملف بتطلب منك إما دراسة أو توقيع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وتدعمك برضو بشكل قوي على مستوى اتصالاتك البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو أوراق قانونية أو معاملات أو أشياء لها علاقة بالدراسة أو الإطلاع على موضوع معين علمي فممكن برضو تكون الأمور لصالحك أما بالنسبة لبيت السمعة فالأجواء مش بحاجة لأي مغامرة خلال هذا اليوم الأجواء شوي فيها نوع من أنواع السلبية فعشان هيك ما تشوه سمعتك ما تتأخر عن دوامك وبرضو ما تدخل بخلافات ولا جدلات مع زملائك أو رؤساك بالعمل وما تتأخر عن إنجاز أعمالك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني يعني تعاملكم ما بينكم وبين الأصدقاء بشكل روتيني بدون لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة لإنجاز كثير من الأعمال وبرضو الاهتمام بالصحة والاهتمام بالتغذية واهتمام بصحة أحد الأحبة ممكن عيادته أو زيارته أو التطمن أو التفقده من ناحية صحية برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول متقلب عندك خلال هذا اليوم على المستوى النفسي فأنت شوي إيجابي شوي سلبي شوي بتتقلب شوي بتحتد يعني في بعض البلبلة عندك على المستوى النفسي خلال هذا اليوم حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم للتقلبات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فهي بتدعمك على مستوى العمل فممكن تحقق بعض الإنجازات خلال هذا اليوم المالية ممكن تجيك الأموال من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة يعني بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية خلال هذا اليوم ممكن تحتد أثناء اتصال معين أو تواصل مع أشخاص معينين أهم شيء تنتبه أثناء حركتك أثناء تنقلاتك أثناء قيادتك للسيارة وإذا كان عندك امتحان برضو بدك تكون منتبه وما تعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت والعقار والعائلة فالأجواء جيدة جدا وممتازة وبتدعمك بشكل قوي بتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنعمك ببعض المسائل البيتية ولكن بتنجزها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو ممتازة وبتدعمك بقوة وممكن اليوم يكون في نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الأحبة الفترة هاي برضو بتعزز من العلاقة العاطفية بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال اليوم أو تجتهد كثير بإنجاز بعض الأعمال وممكن تشعر بالتعب الصحي برضو صحتك بحاجة للمتابعة وللرقابة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي الجو روتيني فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما بينك وبين الشركاء المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تنهمك في بعض المسائل المالية أو عقود أو أوراق أو حسابات أو جدول الديون أو الاهتمام ببعض الأوراق لمؤسسات مالية زي التأمين أو الضريبة أو أمور بنكية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وأمور المناقشة أو النقاشات الفلسفية أو الدينية خلال هذا اليوم بتكون صعبة اللي عنده مقابلة أو عنده امتحان بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو ضاغط بشكل سلبي اليوم فعشان هيك ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بأي خلاف أو نقاش حاد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن اليوم يعني يكون ضاغط زيادة عن اللزوم على المشاكل إلها علاقة بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فبيت الأصدقاء جيد وبيدعمك وبيعمل نوع من أنواع التقابل الجيد ما بينك وبين أصدقائك فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي ما بينك وبين بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعف فالأجواء روتينية يعني بمعنى آخر بتنجزوا أعمالكو بتهتموا بصحتكو بشكل روتيني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى زيارة مريض أو التطمن أو تفقد أحد الأحبة برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة نفسيتك أحسن ثقتك بالنفس برضو عالية وعندك برضو دينماكية عالية جدا للحركة والتنقلات والاتصالات والتغيير أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على مستوى الأمور الأموال فممكن اليوم تحصل بعض المكاسب اللي بتجيك عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو ترتيب لوضع مالي معين أهم شيء أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشطوا في أمور الأعلاقة بالسفر القصير والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم شيء أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت والعائلة والعقار فبتعمل تقارب ما بينك وبينهم أو حل مشكلة معينة أو ممكن تساهم في بعض الأمور العائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني الأجواء مش إيجابية قوية ولكنها فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعم من علاقتك العاطفية أو التقارب ما بينك وبين الأحبة خلال هذا اليوم وبتعزز ثقتك بالنفس وبرضه بتمنحك نوع من أنواع الحيوية الجيدة أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل الأمور ضاغطة شوي وفيها نوع من أنواع السلبية ممكن تقلق ببعض المسائل العملية أو المالية أو تهتم ببعض الشؤون الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج وممكن اليوم تتراجع عن قرار أو تحمل نوع من أنواع المصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فاليوم تحمل لك بعض الأمور الجيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين أو أمور إلها علاقة ببعض الديون وجد ولتها أو إعادة حسابات أو ترتيب وضع مالي معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات أو أمور إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو دراسة موضوع معين أو حتى الاهتمام ببعض الأوراق القانونية كلها بتكون على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء روتينية برضو على مستوى بيت السمعة ولكن يعني من قلك دير بالك أنه ما تعصب وما تنفعل ما تجازف ما تخال في القوانين وما تدخل بأعمال مشبوهة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء روتينية يعني بتتعاملوا ما بينكم وبين أصدقائكم بشكل طبيعي مثل ما أنتم تعودين أو على حسب طبيعتكم بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فهاي بتسبب لك بعض البلبلة ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تهتم ببعض المشاكل الصحية أو المراجعات الطبية أو الاهتمام بصحتك أو بصحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا بالنسبة للبيت الأول أجواء جيدة ودعم لإلك بقوة خلال هذا النهار ثقتك بالنفس عالية وبرضو ممكن اليوم تقدم على أي مسألة بثقة ممكن اليوم تعمل نوع من أنواع التغيير على المستوى النفسي والشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو بحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار وبيلعب قريب دور مهم في حياتك خلال هذا اليوم ممكن تهتم بقضية شراكة أو عمل بتعالج الأمور بشكل دقيق وبتهتم للأولويات المالية بتجد الحلول والتسويات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والاهتمامات بأمور تعليمية أو ثقافية أهم شيء أثناء تنقلاتك بدك تنتبه وأثناء اتصالاتك بدك تبعد عن العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت شوي في نوع من أنواع الضغطات ممكن تظهر مشكلة معينة أو شيء يتعلق في أحد أفراد العائلة أو حدث معين على مستوى البيت أو مثلا سوء تفاهم يبدك تدير بالك حاول تعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس برضو على المستوى العاطفي في نوع من أنواع التقلبات فهي بتحدث بعض المشاكل أو بتتحسس من تصرف الحبيب وشوي ما تجازف وما تعتمد على الحضوض لأنه الفترة هاي ما فيها حضوض بالنسبة لإلك أما بالنسبة للبيت السادس فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تنضغط في بعض المسائل على مستوى العمل خلال هذه اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى أمور الصحة أو مراقبة الصحة أو مراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالي والعاطفي برضو أعلاقتكم ما بينكم وبين الأزواج برضو فيها نوع من أنواع التوتر فبتحمل نوع من أنواع العصبية وردات الفعل السلبية أو التحسس من سوء تعامل الشريك أو ممكن إهماله أو إهمالك في مسألة معينة فهاي الأشياء شوي بتخليك تحتد أو تعصب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأمور الأموال المشتركة فممكن يكون لك بعض الاهتمامات المالية على مستوى بنك أو ضريبة أو تأمين أو مستردات مالية أو مطالبة بحق من حقوقك أو استرداد أموال أنت كنت مداينها لبعض الأشخاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام ببعض المسائل العلمية أو الثقافية أو الدراسة أو البحث اللي عنده أمكحان أو مقابل اليوم ببدع بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة ضاغط فعشان هيك منقول لك دير بالك تشوه سمعتك ما تتأخر عن دوامك وما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وما تجازف وما تدخل بأعمال مشبوهة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو الأجواء حادة ممكن اليوم تحتد من تصرف صديق أو تستاء من تصرف صديق أو تتحاشى أنك تتواجه أنت وصديق أو ما تحب أنك تتناقش أنت وصديق على مسألة معينة ممكن تكون فيها من بعدها مشاكل أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدأك تحذر اليوم من تراكم الأعمال عندك وبرضو إهمال وضعك الصحي حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول أنك تهتم بصحتك بشكل جيد ممكن اليوم تقلق على صحة أحد الأحبة أو تقوم بزيارة المستشفى أو طبيب لمراجعة وممكن يكون لك اهتمام ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالأدوية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء